موسيقى السلام عليكم بنعرف انه كثير هي الطرق اللي احنا بإمكاننا نشحن فيها الموبايل لكن اليوم راح يكون موضوعنا شوي باختلف اللي هو كيف احنا راح نشحن الجوال او حتى التاب عن طريق الطاقة الشمسية او حتى عن طريق الضوء واللي بنعرفها باسم السولار تشارجر ومثل ما احنا شايفين هذا شاحن متنقل بصراحة بتمتع بمواصفات كثير كبيرة ومميزة وعالية وبتقدر تحصل على هذا الشاحن عن طريق مواقع تسوق على الانترنت طبعا مثل ما تشايف هاي عبارة عن الخلايا الشمسية اللي بتشحن نفس الشاحن عن طريق الضوء او حتى عن طريق الشمس يعني لو كنا في مكان بعيد وكان معنا السولار تشارجنج فاكيد احنا مش بحاجة لتيار كاروباية علشان نشحن الجوال راح ترجيك الان المميزات اللي بتمتع فيها هذا الشاحن اول شغلة اللي هي السعة التخزينية الكبستي لاحب معي 48000 mAh وكمان فيه له مخرجين علشان تشحن فيهم الجوال والتاب لاحب معي الاول واحد امبير هذا مخصص للجوال والثاني عندي اثنين امبير بمكانك تشحن فيه اجهزة التاب الكبيرة لاحب معي الان انه الشاحن بعمل عملية شحن عن طريق ضوء وشغلة ثانية حلوة موجود بهذا الشاحن انه بامكانك تشحنه عن طريق شاحن الجوال اذا كنت يعني موجود في مكان فيش فيه لا شمس ولا ضوء وبيجي كمان مع الشاحن لوكس او مصباح صغير بامكانك تستخدمه في الليل طبعا اذا تركت انت الشاحن راح يبدأ يشحن نفسه عن طريق الضوء ورح افرجيك الان مثال لاستخدام هذا الشاحن مثلا بامكانك تستخدم احد اضوية الليد امكانك تشبكها على الشاحن ورح يضوي معك ضوء الليد وبامكانك تستخدمه في اي مكان في ظلام عندك في البيت طبعا بيعمل ساعات طويلة هذا الشاحن يعني عن تجربة رح افرجيك الان مثال على الشاحن والميزة الحلوة الثانية الموجودة بالشاحن انه بتقدر عن طريق وانك تشحن جهازين بنفس الوقت مثلا رح اشحن جوال مثل ما احنا شايفين طبعا بيحتاج 1 امبير وكمان رح اشبك عليه جهاز التاب اللي بحتاج 2 امبير على عملية الشحن مثل ما احنا شايفين رح اوصله الان في التاب ومثل ما انتشايف الجهازين الان بيشحنوا عن طريق الشاحن وبنفس الوقت الشاحن بيعمل عملية شحن لنفسه عن طريق الطاقة الشمسية وحتى عن طريق الضوء وهيك بنكون انتهينا من الشرح بتمنى ما تنسانا بالضغط على لايك اسفل الفيديو واذا كنت بتشوفنا لاول مرة تشترك معنا في القناة تحياتنا الكم ودمتم بحفظ الرحمن اشتركوا في القناة